بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور علي محمد الديب أستاذ مشارك المناعة عايز أتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو ما هي الطريقة المثلة للتعامل مع حالة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في طريقتين للتعامل مع هذه الحالة الطريقة الأولى هي عمل إجراءات وقائية واحترازية من أهمها على الإطلاق العزل المنزلي العزل المنزلي معناه أن نحن نعزل الأشخاص الأصحاء عن الأشخاص المصابين وبالتالي تنحصر الإصابة في عدد محدد من الأشخاص الفيروس لا يستطيع أن يتكاثر إلا في داخل الخلايا المصابة لما تنحصر الإصابة في عدد قليل من الأشخاص أولاً حتستطيع المنظومة الصحية أن تتعامل مع هذا العدد القليل ثانياً هيقل الفيروس تدريجياً على اعتبار أنه عملية التكاثر حتتوقف عند المصابين بالفيروس فقط ولن يكون هناك مصابين جدد علشان كده بنقول أن المسألة هنا مسألة في منتهى الأهمية عدم الإختلاط بالأشخاص المصابين لأنه ثبت بما لا يدع مجال الشك أن الفيروس بينتقل بطريقتين من الأشخاص المصابين إلى الأصحاء الطريقة الأولى هي الطريقة المباشرة لما يبقى فيه اختلاط مباشر ما بين الأصحاء والمصابين ويبدأ ينتقل الرذاذ من الأشخاص المصابين إلى الأصحاء لما يعتصوا أو يكحوا مدام الناس متواجدين في أماكن مزدحمة أو فيه نوع من الإختلاط ما بينهم أو أنه ينتقل بطريقة غير مباشرة بأنه المصابين يعتصوا أو يكحوا على بعض الأسطح اللي الناس بتتعامل معاها بشكل دوري في داخل المحلات أو السوبر ماركت أو المستشفيات أو المولات أو المدارس أو الجامعات أو أي مكان وبالتالي يمكن أنه يتلامس الأشخاص الأصحاء بإدهم مع الرذاذ الموجود على الأسطح دي وبعدين يلمسوا يعني الفم أو الأنف أو العين وبالتالي ينتقل المرض له إذن مسألة العزل هنا مسألة في منتهى الأهمية علشان نحصر الإصابة الفيروسية في عدد قليل من الناس يسهل التعامل معاهم طيب دي الطريقة الأولى الطريقة الثانية صعبة جدا أرجو أننا ما نقعش فيها زي ما بعض الدول بدأت تقع فيها الطريقة الثانية بنسميها احنا هيرد ايميونيتي أو المناعة الجماعية والمناعة الجماعية معناها أني 60% ل70% من الشعب بياخد مناعة ضد مايكروب معين المناعة دي بتوصل للشعب ده بطريق من اتنين إما بالفاكسيناشن عمليات تحصين وإحنا ما عندناش فاكسين للفيروس ده ما فيش في العالم كله فاكسين للفيروس ده فدي تتلغي تماما طيب الطريقة الثانية إيه؟ إن من 60% ل70% من الشعب يصاب بالفيروس تخيل 50-60 مليون مصري يصابوا بالفيروس طيب إيه الخطورة في كده؟ الخطورة إنه كالآتي لابد إن الجهاز المناعي للأشخاص المصابين دول اللي هم 50-60 مليون دول يتغلب على الفيروس وبالتالي يبقى فيه مناعة لدى الأشخاص دول يكتسبوها ضد هذا الفيروس طيب هل هناك علاج مساعد قوي يساعد الـ 60-70 مليون دول ولا الـ 50-60 مليون دول على إنهم يعني يساعد الجهاز المناعي لهم على أن يتخلص من الفيروس ده؟ هل ده ممكن؟ هل ده متاح؟ طيب بلاش كده؟ هل هناك نسبة من الناس في المجتمع المصري حتفشل الأجهزة المناعية بتاعتهم في التعامل مع الفيروس؟ ده يقينا كبار السن الأجهزة المناعية بتاعتهم مترهلة المصابين بأمراض مزمنة زي الضغط والسكر وأبراض القلب وما إلى ذلك اللي عندهم نقص في المناعة نتيجة إصابات أو نتيجة حمل أو نتيجة يعني أيا كان دول حيبقى فيه خطورة بالغة عليهم ودول عددهم كبير طيب بلاش كده؟ هل من الممكن الفيروس ده يعمل ميوتاشن؟ يعمل تحور مرة تانية؟ ممكن هل من الممكن التحور ده يؤدي إلى إصابة الأطفال؟ ممكن احنا ما نعرفش الأمر خطير جدا لازم ننتبه إلى إن الأمر خطير جدا طيب لما يصاب ستين سبعين مليون ولا خمسين مليون ولا أربعين مليون ولا تلاتين مليون هل المنظومة الصحية المصرية قادرة على أن تتعامل مع هذا العدد؟ طيب هل فيه أي منظومة في العالم تستطيع أن تتعامل مع هذا العدد الضخم من الإصابات؟ طيب ما هي التكلفة البشرية والمادية والنفسية اللي الشعب المصري حيتحملها من جراء هذه الطريقة؟ طيب نبص الإيطاليا نبص الفرنسا نبص الأمريكا نبص الأسبانيا نبص الألمانيا الناس بتعاني يا جماعة وعندهم منظومة صحية أرقى مننا دي حقيقة فهل إحنا حنستطيع أن نتحمل ده؟ مش حنستطيع إذن الإجراءات الوقائية الاحترازية أصبحت ضرورة ملحة يجب على الشعب المصري أن يستوعب هذه الفكرة لو تكرمتوا يا جماعة استوعبوا الفكرة دي ونفذوها نفذوها بشكل دقيق وحاسم ويعني خلي بالك علشان لو العدد بتاع الإصابات كتر المنظومة الصحية حتفشل في التعامل معاها وحنصاب بحالات هلع لقدر الله فلو تكرمتم إحنا محتاجين إن إحنا نؤدي هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية بمنتهى الدقة الناس تتكاتف مع بعضها الناس تبقى حذرة جدا في التعامل لو تكرمتم لو تكرمتم نقدر 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 بإذن الله نعدي مش عايزين يطبق علينا إجراءات صارمة لأنه يعني حيبقى في الآخر في حظر تجول يعني يقينا وحتيبقى ساعات التجول محدودة عايزين إحنا من نفسنا نؤدي هذا العزل بمنتهى الدقة وبمنتهى الجدية نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعيذنا من شر هذا الفيروس وإنه يخرجنا من هذه المسألة سالمين غانمين ويعني نكون اتعاضنا وعودنا إلى الله سبحانه وتعالى وربنا ينجيكم جميعا اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا